تعالوا نحن نشوف تقرير عن مؤتمر بطولة العالم للخماسي الحديث اللي بتستضيفها مصر إن شاء الله في الوقت الحالي بعدها هنطلع لفاصل ونستقبل ضفنة الكبير الكابتن الكبير كابتن طارق سليمان لتحليل أداء حراس مرمى الدوري المصري وبالمناسبة كابتن طارق هيكون معنا كل أسبوع إن شاء الله عشان يحلنا حراس مرمى الدوري المصري اسمي كبير واسمي رائع جدا مع الأهل والمنتخبات الوطنية وكثير من الأندية المصري بعد هذا الفاصل والتقرير نواصل إن شاء الله موسيقى 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 ومبلوك لمصر طبعا بطولة جديدة بالضافة الرسيد مصر بطولة عالم للكبار برضو ناسا تعرف أن نطلط العالم أنواع يعني كبار ونشئين وشباب دي أكبر بطولة في الاتحاد الدولي الخماسي الحديث بعد الدارة الأولمبية طبعا بتقام كل أربع سنوات دي بتقام لتاني مرة في قارة أفريقيا والتاني مرة في مصر الحقيقة وقيمت قبل كده في 2017 فيها قاهرة ودلوقتي 22-22 في الأسكندرية ده برضو بيبين قوة مصر إن مش بس العاصمة اللي قد نظم فيها بطولة عالم إنما عندنا برضو موضل مصر رائعة وجميلة والإمكانيات الحقيقة الـ موجودة في كل حتة في مصر التاست اللي هتتعامل للديسبرين الجديد اللي هيبدأ بعد 24 اللي هو أبسجر رانينج حيتشالف في روسية وحيأتي عيس معه أبسجر رانينج مكانه لسه الاتحاد دولي هيقرر في نوفمبر هيتلعب إزاي إنما في بعض التاست إفنس تم إقرارها من الاتحاد الدولي واحد الأولين يتعامل في تركيا الثاني هيتعامل في الفلبين والثالث هيتعامل في إيطاليا السنة فما فيش حاجة في مصر الحقيقة هتتعامل السنة إنما بعد إقراره في نوفمبر إن شاء الله هنبدأ فورا في تركيب كورس لي هنا في مصر خلاص في مقر هايستاذ القاهرة عشان أولادنا يبدأوا يتمرنوا عليه من دولة تعالتون طبعا الحمد لله إحنا محظوظين إن إحنا عندنا نخبة أقوى المداربين في الألعاب الفردية اللي هي بتكون في الآخر لعبة الخماسي طبعا أنا أكون محظوظ جدا أما أكون شغاله وسط الناس بيخلوا المهمة سهلة جدا يعني مش عايز أقول أن أقلهم يعني هم ناس في المنطار روعة الاستعدادات كانت كويسة جدا اشتغلنا معسكرات داخلية اشتغلنا معسكر في تكاة قبل نائي كاس العالم عملنا احتكاكات مشارك معنا لعبة السلاح اللعبة السلاح من أكتر لعب الأكتر قيمة كان اللعبة جاهزة بشكل كويس الحمد لله أحمد الجندي قدر كالعادة يعني يبهرنا بالتزامه وسرعة الاستشفاء اللي قدر يحققها ويرجع وينافس نفس الكلام بقية القوام بتاع الفريق اللي هيشارك في المنافسات الفردي سواء كان مهند شعبان أو أحمد أشرف أو محمد الجندي مفاجئة البطولة إن شاء الله أخو أحمد الجندي صغير كلهم قادرين على المنافسة قادرين على المنافسة على مدالية فرقة بشكل قوي البنات نفس الكلام سواء هايدي مورسي أو أميرة أنديل أو سلمة أيمن فطبعا كلهم قادرين إن شاء الله زي ما قلت على المنافسة بشكل قوي جدا قوانين دلوقتي يعني بقت ماكسيمم زي 90 دقيقة زي ماتش الكورة فبقى بطل خماسي الحديث بيلعب الخمس ألعاب بينافس فيهم خلال 90 دقيقة بالظبط فلما حضرتك قلت دلوقتي على الفينيو للجامعة أمريكية هو يمكن الأنسب بالنسبة للعيبة لقرب الملاعب من بعض على طول يعني نفس الحاجة هنا في الأكاديمية البحرية الحقيقة الدكتور إسماعيل عبد الغفار داعم أساسي للرياضة والرياضيين ومن الشخصيات يعني اللي دايما بتسعى لأنه هو يبقى دعم للأبطال وبيساعد والله الموافق الحمد لله مبارح احنا تحصلنا على أول مدالية في البطولة كان البداية الحمد لله خير المدالية الفضة أحمد حامد وإسلام حامد النهاردة البنات ماشيين كويس الحمد لله هايدي وأميرة أنديل وقدين أول سلاح وإن شاء الله البقية تأتي ومع نهاية البطولة إن شاء الله لدينا لقاء تاني عشان نقول بقى التحاد المصري خمس الحديث سعيد لإقامة البطولة في الأكاديمية العربية والمؤتمر الصحفي أو إشارة البدء للبطولة دي هو كان سعيد بتواجده مع العديد من الأشخاص أو الحضور اللي تكلموا عن استضافة البطولة أو إقامة البطولة في الأسكندرية وبرضو هو عايز يبعط ماسيج أو رسالة للمجتمع المصري إن الاتحاد الدولي عنده سكة كاملة في الاتحاد المصري للخمس الحديث على استضافته لجميع البطولات بالتالي هو برضو بيأكد إن هو في البطولة الماضية في كاس العالم اللي وكيمت في القاهرة كان عرض فيلم ترويجي عن رياطة الحمس الحديث والنظام الجديد اللي بيتلعب به وبالتالي إن شاء الله هو بيتوقع إن البطولة تكون قوية جدا